أهلا بكم حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء هتعلم حروف جر كتير مصطلحات لغوية كتير جديد يمكن اول مرة من ادرسه بتفاصيل يعني اكتر فان شاء الله نتمنى ان انتو تستمتعوا بعنا بالحلقة وتقولوا دايما حارسين على ان انتو تسجلوا كل المعلومات اللي هنقولها هنبدأ مع بعض بالنيو فوكابلري ويكا الونت دي فيها اكتر من كلمة واكتر من مصطلح جديد شوف مع بعض كده طبعا حاجة بتحب تعملها اللي هي حرفة ممكن شخص يتكنها او زي ما ساعد بنقول صنعة شوف مع بعض كده الفوكابلري معانا كلمة كرافت اللي هي ممكن في الطايتل بتاع اليونت وانا كرافت يعني something that you can do on your own or something that you can do الحاجة بطكن صناعتها عندنا برضو chess chess is a game where two players play and it depends on their minds احنا عرفين ان chess دي يعني الشطرنج وطبعا هي game بيعتمد على way of thinking طريقة التفكير using your mind استخدام تفكيرك او عقلك بطريقة جيدة عندنا hobby you can say some people don't like doing hobbies some people like doing a lot of hobbies اقول بعض الناس تحب اداء الهواية ودائما على فكرة بنقول do hobby do a hobby او have a hobby يعني يمارس هواية او ممكن اقول practice tourist leaflet tourist leaflet is a group of paper which makes tourists know something about the place they are going to visit يعني ما يجيزتوا السياح بيزوروا مكان هنا في مصر بيبقى معهم حاجة اسمها tourist leaflet اللي هي زي منشور او نشرة سياحية sewing machine what is a sewing machine وانتو عارفين دايما بنحب نقول new vocabulary خلال جمل sewing machine is something that we use to make clothes او sew clothes sew clothes او make clothes اللي يبنوها لابد يصنع بيها ملاب model planes model planes when you make a model plane means that you make something like the real plane اما من لموذج لطائرة lake nasr is a place in egypt especially in the south of egypt عارفين احنا بحيرة ناصر في جنوب مصر and some of the water of the nile is stored behind lake nasr عارفين ان المية السد بتتخزن في lake nasr cotton is a material which is used to make clothes and like coats like shirts and so on بعد كده عندنا برضو مجموعة اخرى scientists what are scientists scientists are people who invent the things who make things for us which can be useful ان هما بيخترعونا اشياء ancient means very old احنا عارفين كلمة ancient means very old زي ما اقول مثلا the ancient egyptians built a lot of temples and museum the ancient egyptians built a lot of temples envelope envelope is a thing that we use to put a letter inside it اللي هو الظرف اللي بنحط جواه الجواه tapestry tapestry is a kind of industry طبعا دي نوع من اللي هي حاجة بتصنع اللي هي بنسميها يعني نسيج مطرز او اللي هو التطريس بتاع النسيج اللي هي بنوع عليها يعني ملعب ويستخدم دايما مع العاب التنس او الالعاب اللي هي بتلعب في اماكن يعني محددة للعبة معينة اللي هي بنوع عليها يصبغ وناخد بالنا بقى عشان محدش تلغبط احنا عندنا نشوف مع بعض كده في عندنا فيرب اسمه داي طبعا فيرب اللي هي معناها stop living when you die means that you stop living اللي اما شخصي بيتوفى او داي بنقول اللي معناها stop اما داي دي اللي موجودة عندنا دي بتستخدم كverb ونون يعني يصبغ يعني make some thing colored يعني ان انا اعطي لون لشيء بنقول عليه يصبغ يباديه عشان لو جات لي في سؤال read and correct او بعارك داي معناها stop living اللي هي يتوفى ويموت داي اللي هي الكلمة التانية اللي هي معناها يصبغ شيء نكمل مع بعض الفوكابلري عندنا ويفر ويفر دا اللي هو something that people make like carpet اللي هو بنقول عليه اللي هو النسج او ينسج stamp what is a stamp it's something which we put on letters او especially on an envelope بنحط الستامب دا تطابع على الظرف ويفنج ويفنج دي بقى is a craft حرفة معروفة that people use to make carpet ويصنع منها السجاد اللي هو بنوع عليها النسيج يبا عندنا ويفر ويفنج ويفر اللي هو the person it's himself يعني الشخص ذات نفسه لكن ويفنج اللي هو الحرفة ذات نفسها اللي هي النسيج process 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 وناخد بالنا الفرق بين كلمة process وكلمة operation process معناها something with a procedure يعني حاجة لها اجراءات steps خطوات اللي هي بنقول لها عملية بتتم عن طريق اجراءات يعني زي ما يكون واحد جاي يعمل شيء معين فهو بيحدد ان الشيء دا هيعمله عن طريق steps معينة او خطوات دي بنقول لها عليها ايه process اما ال operation واخدناها قبل كده اللي هي when the patient needs an operation لما المريض يحتاج بنقول عليها عملية جراحية when the doctors cut a person open دا ما قلنا قبل كده العملية الجراحية يعني معناها الشخص بفيه جزء من ال organs بتاعت جسمه او اعضاء جسمه محتاج جراحة فدي بنقول عليها operation لكن الكلمة اللي عندنا دي process means something which follow steps and procedures اللي هي حاجة بتتبع اجراءات handmade something which you make with your hands اللي اصنعها يا دوية wool is a material that is used to make clothes نستخدم الصوف عشان نصنع منه ملابس fossil something which is related to the past and the remains of the past اللي بنقول عليها الحفريات او البقايا بتاع الماضي carpet something that we put on the floor نحطها على الارض handcraft it's something that you make with your hands اللي بنوا علي حرفة يدوية art center a place where you can find drawings paintings اللي بنوا علي مركز فن اللي بقا فيه رسومات لوحات produce to produce means to make something new يعني ما انتج شيء وناخد بالنا عندنا produce وعندنا producer وعندنا production عشان برضو نفرق بينهم عشان انا بحب نعمل الطلبة يعرفوا derivatives اللي هي المشتقات عندنا produce دي يعني ايه make something new ينتج شيء ودي verb وعندنا producer the people or the person who makes things اللي هو الشخص اللي بنتج بنوا عليه منتج production بقا اللي هي الانتاج ذات نفسه ضايما لازم نعرف the parties of speech اجزاء الكلام the verb والتانية ناول بس طبعا الاولى producer ناول معناها the person or مثلا the company الشركة اللي بتنتج او الشخص اللي بنتج لكن production الانتاج ذات نفسه نكمل الفوكابلان مع بعض عندنا material material is anything that you use to make something material is anything that you make to use something else لما بستعمل حاجة معينة عشان نصنع منها حاجة يعني عندنا مثلا ايه wood material wool material cotton material laser material glass material اللي هي الادوات الخامة بعد كده ننتقل لحاجة اخرى اللي هي language notes وطبعا انت عارفين ان language notes دي دايما بركز عليها من اول الترم الاول اللي هي بنقول فيها الملاحظات اللغوية اللي في اليونت اللي هي بتشمل بقى expressions, prepositions, idioms مصطلحات حروف جر افعال collocations اللي هي verb معنون ودي مهمة جدا جدا وقدمناها في اليونت اللي فاتت شوف مع بعض language notes عندنا collect stamps ياخد بالنا collect stamps يعجمع على الطوابع make models الحاجات دي بقى اللي بتيجي في الابتحان دايما في choose or read and correct يبقى collect stamps make models عندنا take photos take photos decide two plus infinitive اخو بالي من الحاجات اللي فيها grammar decide is followed by two after that there is an infinitive بعد كال مصدر for the first time for example you can say i meet john for the first time yesterday امقول قبلت جون لأول مرة popular with you can say football is popular with boys in Egypt but مثلا volleyball is popular with girls يعني امقول كرة القدم مشهورة لدى البنين ومثلا volleyball for example او basketball مثلا popular with girls مشهورة لدى او handball مشهورة لدى البنين يبقى popular is يعني مشهور لدى او محبوب لدى عندنا do a hobby اما تمارس هواية when you practice a hobby بتسويها practice a hobby go on a trip you can say yesterday we went on a trip to the zooms ذهبنا في رحلة all over the world يعني حول العالم for all ages for all ages you can say this sport can be played or is fit suitable for all ages مناسبة نقول مع بعض اللانجوجي نوت ستاني عشان مهمة جدا collect stampes make models take photos decide to plus infinitive for the first time popular is do a hobby go on a trip all over the world for all ages نكمل برضو on the floor you can say we put a carpet on the floor يعني على الارض for example when you want to make something clear لما بتحب توضح حاجة الشخصي بتوضح حاوله تقول for example على سبيل المثال ونقول مثال على شيء around the world بوت سامسينج داون بوت سامسينج داون بوت سامسينج داون يعني ايه بوت سامسينج داون يعني اضع شيء لاسفل او احط شيء على مكان take something off something else يعني مفصل شيء عن شيء بنقول تيك اف وطبعا عرفين ان كلمة تيك اف ممكن تيجي برضو مع الطائرة لما اقول the plane took off at 2 pm yesterday اقلعت او you can say you must take off your shoes before you go to bed اما نخلع الحزاء take off your clothes تخلع الملابس وهنا take off يعني يفصل شيء بتسوي cut off I see means I understand يعني ما يكون راح بيشرح لك حاجة او بيحكي لك على شيء وانت عايس تقوله I see بتسوي I understand I see يعني انا فاهم اللي انت بتقوله in the right side of in the right side of على الجانب الايمن group stamp by ويمكن دي كلها مصطلحات مهمة جدا جات في اليونت دي group stamp احنا في كلمة group يعني مجموعة هل ممكن تبقى verb ممكن بمعنى يصنف او يقسم او يجمع زي ما انا كن عندي حاجات عايز اقسمها مجموعات اقول group stamp by color مثلا هقسم الطوابع حسب اللون group stamp by nationality هقسمها حسب الجنسية group stamp by size هقسم ال الطوابع حسب الحجم وهكذا دينا برضو it's not easy to وده قولناها قبل كده ان دايما الصفة اللي بتبقى مسبوكة بits وبعدها to بيجي بعدها المصدر يعني زي ما قوله واحد it's not easy to learn او سهل انك تتعلم انججج او سهل انك تتعلم انججج والجرامر بتاعنا النهاردة اسمه definite and indefinite article زي موضوع مهم جدا اللي هي ادوات نكرة والمعرفة هنا فين ان فيه كلمات بتتحط فيه ادوات بتتحط قبل النونز زي a and z وده موضوع مهم جدا ويمكن احقانا بتحصل اخطاء في استخدام definite and indefinite طبعا indefinite يعني ادوات النكرة definite المعرفة النكرة اللي هي a and والمعرفة اللي هي زيها طب يا ترى امتى في الانجليش استخدم الادوات دي شوف مع بعض كده نبدأ ب a or an اول استخدام ل a and before a singular countable noun قبل الاسم المفرد اللي يعد يعني اسم مفرد ويكون ينفع الجمع زي ما اقول a book, a boy, a table, a teacher, a student كل دي كلمات مفرد لكن ممكن تجمع هدي اول استخدام number two a singular countable noun with a vowel not pronounced يعني ايه بقى الجملة دي؟ يعني اما يكون اسم مفرد يتعد يتحول الجمع يعني ينفع الجمع بس بادئ بvowel اللي هو حرفه متحرم not pronounced يعني لا ينطق زي a uniform, a university, a union union دي اللي قال اتحاد uniform, university, union دي بدأ بايه بحروف متحركة unpronounced او not pronounced يبقى بردو مفرد مفرد يعد بس بادئ بحرفه متحرك لا ينطق حالة الثالثة لاستخدامها هو an an تحديدا an باستخدامها مع singular countable noun with pronounced vowel يعني ايه؟ an بحطها قبل اسم المفرد اللي بدأ بحرفه متحرك زي an elephant, an apple, an orange, an egg دي كلمات كلها بدأ بايه؟ بمتحرك a or a or o وبعدية الكلمة دي مفرد يبقى an بجيبها قبل اسم مفرد بدأ بحرفه متحرك يبقى نقول تاني يبقى an بجيبها مع اسم مفرد يعد او اسم مفرد بدأ بمتحرك بس ما بيتنطقش ده uniform وهكذا an بقى بتيجي مع اسم مفرد بدأ بحرفه متحرك ينطق شوف مع بعض الحالة الرابعة an بتيجي مع an ممكن تيجي مع اسم مفرد يعد بدأ بحرف ساكن ما بيتنطقش وبعد الحرف الساكن ده حرفه متحرك تاني an اجيبها قبل اسم مفرد يعد يعني حرف ساكن لا ينطق وبعد الحرف الساكن ده حرفه متحرك زي اناور ناخد بنا من كلمة اناور بدأ بايه يعني حرف ساكن تمام؟ وبعد اله جي ايه او والاو دي حرف ايه متحرك واله لا تنطق احنا بنقولش هاور او صادق برضو بدأ بقيتش وبعد ايه او لقو متحرك يبقى دي حالة من حالات استخدام ايه اسم مفرد يعد بدأ بساكن وبعده متحرك والساكن ليون الحالة الخامسه حط ايه او ان قبل اسم مفرد يعني ايه؟ يعني لما كنت بتكلم مع واحدة عن حاجة اول مرة تجيب له سرعتها22 او اذكر له اسمها بحط ايه او ان معها في الجمل았� زي ما تقول له واحد في الجمله اللهى اللي الحز ان الابتوب اول مرة تذكر ده حاجة جديدة في الحالة دي استخدم ايه قبلها عشان ده شيء يذكر لأول مرة في الجمله وطبعا لازم ينطبق على انه يكون مفرد ويعد برضو من استخدامات اه او ان انهما دايما بتحطوا قبل النامز اوف جوبز واسماء الوظائف زي ما اقول مثلا هي ازا دكتور هي ازا انجينير وطبعا اه مع الساكن وان مع المتحرك برضو اه او ان بيجوا مع الجنسيات زي ما اقول احمد از اان اجيبشن باي اجيبشن باي اجيبشن هنا صفة بس هي بتعبر عن جنسية وبعدها البوي اللي هو النامز يبقى دول كل حالات استخدام ايه او ان طيب بعد كده عندنا زي ديفنت ارتكل زي زي بقى يا ترى اللي يابدو اعلا تعريف بنستخدمها مع ايه يعني ما يكون اسم زكر قبل كده في الجملة او الشخص اللي قدامي بيبقى عارف انا بتكلم عن ايه او بتكلم عن حاجة محددة زكرة قبل ذلك فبحط زي معه زي ما اقول يعني دي حاجة معلومة عن شيء سابق اشتري تشوز مبارح فهي ارتدته النهاردة عارفين تي حاجة اسمها عبارات الوصل بحط زي مع الاسم اللي جاي بعضه عبارة وصل زي زكار انا ليه قلت زكار ومقلتش اكار علشان بعد زكار جات ويتش ومعاها يبقى دي بنسميها ايه عبارة وصل يعني انا بتكلم على سيارة معينة هنا اللي صدمت الولد الحالة التالتة لاستخدام زي يعني ايه مع اسم يكون موجود منه واحد بس سواء في الكون او في العالم او في مكان معين حاجة تكون موجودة في مكان معين او في العالم كله حاجة واحدة بس منها زي ما بنقول يبقى دي مكان يعني او شيء واحد موجود في مكان زي ما بنقول لا نهر واحد في مصر او نيل واحد في مصر وعندنا بقى زي صان وزي مون وزي ايرس ونلي وان ان زي ورد يبقى لو حاجة موجود منها واحد بس سواء في العالم او في مكان يبقى في الحالة يبقى اقول زي يبقى نقول لي استخدامات زي تاني معاناون منشن دي بفور اسم يكون ذكر قبل زي زي براون شوز اسم يكون مفرد اه سوري اسم يكون اه بعدي عبارة وصل زي كار ويتش او اسم موجود منه واحد بس في العالم او في الكون او في مكان واحد طب متى مستخدمش ا ا او او زي نوع ارتكل بقى احيانا ولا مستخدم ا ا ولا اان ولا زي بس طبعا لها رور قعدة نشوف كده مع بعط از امتى مستخدمش ا ا او اان ان كون تابول ناو لو الاسم لا يجمع واحنا عافزين طبعا ودرسنا قبل كية درس كتير ان الكون تابول ناوين اناوين ويتش كن في بلورى الالكاون تابول ناوين الاسم اللي يتعدل ممكن تحول لجمع والان كون تابول It's only singular مفرد بس فما ينفحش أحط قبل اسم لا يعد A أو N زي ما ينفحش مثلا أقول A fish A water A juice لا لا أقول A fish water Juice Milk Tea Coffee Money وهكذا وما ينفحش أستخدم A أو N مع plural nouns الاسم الجامعة يعني ما ينفحش أقول A tigers لا أقول tigers are strong animals ما ينفحش أقول A tigers ما ينفحش أقول A elephants طب غلط لكن A elephant بس ماشي طب امتى مستخدمش زي لما يكون عندي اسماء بلاد بحيرات جبال اللي هي الكارات يبقى دي حالات محطش فيها زي زي مثلا ايجيبت ما ينفعش تقول زي ايجيبت وده خطأ في ناس تقع فيه ما قولش زكايرو لكن ممكن قول زكايرو تاور لاني بتكلم عن شيء واحد موجود في المكان ما قولش زي لندن بس افريكا كل دي اسماء بحيرات وبلاد وجبال مونت سيناي اللي هو جبل سينة كل دي اسماء يبقى مع الكانترز والليكس والمونتنز والكونتيننت محطش زي الا لو اسم الدولة مكوّن من جزئين يعني مثلا زي ما نقول او اكتر من جزئ the united states ليه حطينا زي عشان الاسم بتاع الدولة مكوّن من اكتر من كلمة the united states المملكة المتحدة the united kingdom المملكة المتحدة لكن محطش انا زي من عندي لو زي موجودة مع اسم دولة اكتر من كلمة ماشي لكن لو كاسم الدولة هو كلمة واحدة زي ايجيبت لندن انجلند فرانس اند سوان يبقى دي الحالات اللي ما بنستخدمش فيها ا ا ا ا ا ا ا ا او زي ننتقل لحاجة مهمة اوي ودائما بيأكد عليها اللي هي الوظائف اللغوية اللي هي دائما بقول لكم بتديني قدرة على التعبير باللغة وإلى جانب بتساعدني في الامتحان في سؤال complete وسؤال supply النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها describing a process يعني ايه describing a process يعني انا لو عايز اوصف عملية معينة او اجراءات معينة بايه اللي بابدأ بيه ممكن اقول واخن اخترنا موضوع اللي هو collecting stamp جمع الطوابع اول حاجة عشان اجمع الطوابع اقول لي بقى the first thing that you have to do is get some stamps ايه بقى the first thing that you have to do يعني بقول له واحد اول خطوة تعملها اول اجراء تعمله انك تجيب الطوابع يبقى بابدأ لما اوصف عملية وقلنا مش عملية جراحية احنا قلنا عملية جراحية ويمكن خدنا قبل كده do operation وhave operation لكن هنا process يعني عملية باجراءات the first thing that you have to do is بعد كده ابدأ بقى في الخطوة تقول first اولا cut the corner of the envelope off يعني بقطع الزرف او الزاوية بتاعت او حرف الزرف زي ما بنقول بعد كده لو عايز اديف خطوة اقول ايه after that بعد ذلك put the corner of the envelope in some old cold water احط اللي هو الركن بتاع ال envelope او الحرف بتاع الزرف في مياه باردة بعد كده اقول then احنا نركز بقى على ايه the first thing that you have to do is او first او after that او then دي اللي احنا بندرسها في ان انا بسال بعمل sequence تسلسل او ترتيب للخطوات then wait for it to dry استنى الشيء يجف طب لو عايز اديف حاجة انا اقول ايه the next step يعني الخطوة التالية deciding where to put the stamp طب لو عايز اختم الخطوات اقول ايه finally i am going to put it in my stamp بوجه احط الطابع في كتاب الطابع لعنى يبقى دي اسمها sequencing تسلسل احداث او ترتيب خطوات بمعنى صح بعمل بها ايه describing a process بوصف بها اجراءات زي ما قلنا the first thing that you have to do is first after that then the next step finally وعلى فكرة العبارات دي بتساعدني كمان في ان انا ممكن لو انا بكتب paragraph او email وعايز احكي لواحد او شخص عن حاجات انا عملتها بتسلسل معين ممكن ابدأ بيه ممكن اقول في الاول first بعد كده اقول next بعد كده اقول after that بعد كده بقول the next step وهكذا لان احيانا ممكن ان انا لما اجا اعمل paragraph احتاج ان انا ابدأ الجمل بتاعتي بعبارات زي دي يعني انا مسلا عايز احكي لواحدة عن رحلة وعملتها ممكن اقول مسلا ايه first we prepared our bags جاهزنا شناطنا after that we got up early استيقزنا مبكرا next we had our we took our مسلا the bus to ااا مسلا نزازوه يبقى برتب الخطار لما اجا اختم خالص اقوله finally في النهاية we came back home يبقى في الحالة دي اقول العودة الاكسرسايز اللي عندنا بيقول complete the following داي روداينا is telling her friend ملك about her hobby روداينا بتحكي الملك عن هوايتها بتقول لها what's your favorite hobby يبقى ملك تقول لها ايه swing clothes او ممكن تقول لها making clothes روداينا do you have a swing ايه machine الملك قايت لها yes my mother put me one last week او last year في الاخر روداينا قالت what is the first thing you made قايت لها ايه اول حاجة سنعطيها بالاة مكنة الخياطة قايت لها a t-shirt for my present وده برضو شوفنا فيه كلمات hope you're sewing machine and so on dear students of second yeah prep today we have discussed unit 12 which is a very important unit نقشنا unit 12 وعرفنا فيها حاجات كتير جدا خاصة موضوع الجرامر اللي هو definite and indefinite articles and no articles dear students I enjoyed being with you till we meet again and good bye and good luck and good luck and good luck and good luck